مساء الخير عهد لك والأستاذ المشاهدين الممشى الصحي هنا في الواجهة البحرية في محافظة القطيف يأتي ضمن مبادرة أنسنة المدن وجودة الحياة من خلال تهيئة المرافق العامة في هذه المدن وجعلها بيئة صحية ومريحة أيضا صديقة للبيئة أكثر من مجرد أن تكون هذه المدن مجرد أن يقيم فيها الإنسان أو عمل الزيارة هذا الممشى والذي أقف بجانبه يبلغ طوله أكثر من 34 متر لكلا المسارين أيضا يبلغ عرضه أربعة أمتار الحديث وتفاصيل أكثر معي في هذه اللحظات مدير الإعلام ببلدية محافظة القطيف الأستاذ عبد الباري الدخيل الله يحييك معنا في البداية لو تحدثنا عن تفاصيل هذا الممشى الصحي والذي يأتي ضمن مبادرة أنسنة المدن وجودة الحياة أحياكم الله مساكم الله بالخير أهلا وسهلا هذا الممشى جاء من أجل تشجيع رياضة المشي وعادة الناس اللي تجي تمشي في الكورنيش تمر بهذا الممشى هذا الممشى له عدة فوائد صحية منها طرد الطاقة السلبية ووجود طاقة إيجابية ومنها أشياء أيضا إذا تلاحظوا أيضا موجود في اللوحة الصحية هنا معلومات عن الأمراض وعن الفوائد الصحية اللي يفيدها الممشى الممشى مكون من الحجر بثلاثة أقسام قسم صغير كبير ثم الأكبر وهذا له فائد في المشي أيضا أنه البداية تكون في المشي في الحجر الصغير ثم الحجر الأكبر ثم الأكبر هذا يساعد الجسم على التدرج في هذه الرياضة هل سيتم تكرار مثل هذه التجربة في المرافق العامة هنا في محافظة القطيف؟ طبعا بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ضمن مجلس المنطقة الشرقية وبرعاية من أمين المنطقة الشرقية ومتابعة من سعادة رئيس البلدية تم افتتاح مماشي ثلاثة في محافظة القطيف ممشى في الواجهة البحرية في سيهات وممشى في حديقة الخزامة في عينك وممشى ثالث في كورنيش المحسنيات في دارين فلليا حضر أستاذ عبد الباري هناك أيضا المرافق لألعاب الأطفال أيضا أجهزة رياضية والتي تخدم جميع فئات المجتمع سواء على مستوى الأطفال وأيضا على مستوى الشباب مثل ما قلت في البداية أنت حول أنسنة المدن ومحاولة لرفع جودة الحياة في المنطقة بلدية محافظة القطيف تسعى أن تكون هذه الأماكن مهيئة لكل أفراد الأسرة بحيث الطفل يجد مكان يلعب فيه والكبير أيضا يجد مكان يمشي فيه أو يجلس فيه للتغيير الجو وأيضا فيه ألعاب رياضية يمكن الإنسان أن بعد المشي أو قبل المشي يمارس رياضة تساعد على حرق الدهون وعلى بناء أجسام قوية أهلا وسهلا شكرا لكم نعم زميلة عهد كما ذكر الأستاذ عبد الباري هذه المرافق العامة تستهدف جميع أفراد الأسرة الواحدة حتى كبار السن وهذا الممشى والذي يستهدف أيضا كبار السن تم استخدام فيه أحجار المرو المشي عليها وذلك لما لها من فوائد صحية كبيرة أيضا تتلام مع الممارسين لرياضة المشي لم يكتفي أو لم تكتفي بلدية محافظة القطيف بهذا الشيء إنما أيضا وفرت الأجهزة الرياضية ما بعد الرياضة المشي وأيضا الألعاب الأطفال بالإضافة إلى الواي فاي الإنترنت المجاني أكيد شكرا لك على هذه التفاصيل زميل محمد القحطاني وشكرا لضيفك أكيد اللي يوثق ظهوره وقدم لنا هذه المعلومات